بعيدا عن الأنظار وبسرية فائقة نفذ جهاز المخابرات الفلسطينية بقيادة اللواء ماجد فرج عملية معقدة داخل الأراضي السورية وتحديدا في مناطق تسيطر عليها المجموعات المسلحة لاسترجاع رهينتين من السويد اخطط فتا في بداية العام 2011 واختفت آثارهما وقد ترأس الرئيس الفلسطيني شخصيا تنفيذ هذه العملية هذه الرسالة للسويد انه يوجد لهم حليف وصديق في المنطقة وهو الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وهذه رسالة ايضا لبقية دول العالم بانه دولة فلسطين قادرة على ان تلعب دورا سواء في المنطقة او على مستوى العالم اكبر بكثير من امكانياتها تعقيدات الاوضاع في سوريا وتباين الولاءات زاد من اثارة العملية وغموضها نجاح المخابرات الفلسطينية في داخل الاراضي السورية هو نجاح عظيم سجل ويسجل في التاريخ للمخابرات الفلسطينية اضف الى ذلك ان المخابرات الفلسطينية لم تعمل من خلال ارضا انطلقت من خلال الاراضي الاردنية وهذا كمان مخاطرة اكبر كانت ورغم ان الفلسطينيين لا مال لديهم ولم يتلقوا رواتبهم طوال اشهر ورغم عدم امتلاكهم مطارات ولا موانئة ولا طائرات نجح الضباط الفلسطينيون في احضار الرهينتين على قيد الحياة واعادتهما الى الاردن لنقلهما الى استوكهولم عملية رد الجميل اسم ومضمون ومصدر كبير في المخابرات الفلسطينية قال للميادين ان فلسطين نفذت هذه العملية من اجل ان تثبت لاصدقائها في العالم ان كلمة شكر وعرفان افضل من كل مليارات العالم ناصر اللحام من داخل مقر المخابرات الفلسطينية العامة الميادين